كل يوم بيكون فيه جديد في حكاية تجديد عقد موسماني قبل ما خش في حكاية تجديد عقد موسماني أنا بقالي أسبوع تقريباً بتكلم على موسماني تقريباً على فترات يعني مش كل يوم بس بما إن الأمور ممكن تتاخد وكأن الموضوع توجه أو هدف إنك تضرب في الراجل نفسه أنا هتكلم مع حضراتكم وندردش في شوية أمور كده وفي الآخر نحط نتيجة وهكرر شوية كلام اللي قلته قبل كده عشان نوصل لنتيجة موسماني مدرب كبير وناجح طبعاً طبعاً حط دي على جنب يعني أنا ضد فكرة إنه يتقال إن موسماني مش مدرب كبير وناجح لا هو مدرب كبير وناجح حطها دي على جنب أوش موسماني عنده مشاكل في التواصل مع الإعلام في التواصل مع إدارة النادي الأهلي ومع النادي الأهلي أو عنده مشاكل كتير موسماني في حكاية تجديد عقده في المؤتمر الصحفي اللي حصل أمس أنا في رأيي في رأيي وسمحوني يعني عمل حاجة في منتهى الخطورة أول مبالح كان في منتهى الخطورة حاجة في رأيي كارثية في مبادئ وشخصية النادي الأهلي الراجل في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي في الغرف المغلقة طالع في الإعلام أو في المؤتمر الصحفي يتحدث عن إنه مستني يتجدد عقده وإن الإدارة هي المتأخرة وإنه راجل محترف وحابب يكمل مع النادي الأهلي بس إقدارة النادي الأهلي هي المفروض يعني تنجز أنا ما عنديش مشكلة أنا ما عنديش أزمة عن راجل محترف وراجل محترف اللي هو بيت سمو سماني الراجل المحترف اللي هو بيت سمو سماني طالع يتحدث عن التعاقد في الإعلام بيت سمو سماني الراجل المحترف زي ما هو قال في المؤتمر الصحفي بيقول أنا عايز أجدد عقدي عشان أعرف أركز يا سلام أنت عقدك آخره ستة شهور يعني بعد ستة شهور كمل الستة شهور عشان أنت راجل محترف تكمل الستة شهور وبقى نشوف العقد بقى يعني عايز تجدده ما تجددوش عايز تروح مكان في الخليج زي ما انت لمحته قبل كده روح لكن فكرة انك تطلع تضغط على قدرة النادي الاهلي في مؤتمر صعفي ده ما بيحصلش في النادي الاهلي ماهي أنا ماليش دعوة مش انا اللي بحطت انا النظم والمبادئ دي في النادي الاهلي هما اللي حطتنا النادي الاهلي هو اللي حطتها انا بس بعلق على الاهلي إيه بيعمله دايما فالرجل بيكسر اللي بيعمله النادي الاهلي اللي حضرتك كمشجع للنادي الأهلي دايما بتفرح وتفتخر به النظام والببادئ والتقاليد اللي موجودة في النادي الأهلي هو بيكسرها هل هو عشان رجل ناجح المفروض يكسر الحاجات دي أنا عايز أقول لك حاجة النهاردة كابتن محسن صالح لوع رئيس لجنة التقديد في النادي الأهلي كتب تويتا التويتا دي فيها تلميحات واعتراضات على اللي قاله مسيمانش وقاله زي فيه معناه يعني أحمد ربنا أن أنت موجود في النادي الأهلي كتب كل المدربين النادي الأهلي أو آخر السنوات يعني وقديه حق أو بطولات وإنجازات وقال أنه بيتشو مسيماني من حقه أو يعني لازم يفرح وينبسط أنه موجود في النادي الأهلي بعد كده كابتن محسن صالح مسح التويتا دي عرفنا يعني أنه بعد مكالمة مع الكابتن محمود الخطيب طيب بيتشو مسيماني أثار حفيظة رئيس لجنة التقديد في النادي الأهلي فأصبح بيتشو مسيماني المدير الفني النادي الأهلي يتحدث في المؤتمر الصحفي ورئيس لجنة التقديد في النادي الأهلي يتحدث في السوشال ميديا ده سببه إيه؟ سببه اللي بيعمله مسيماني تصريحات في السوحة في جنوب أفريقيا يلمح فيها بالرحيل عن النادي الأهلي وأنه عنده علود من الخليج تصريحات في الأعلام عن أنه ما خدش قرار رحيل كهرباء وأن إقدارة النادي الأهلي هي اللي خدت الرحيل تصريحات فيها هجوم على الصحفيين وانتقاد للصحفيين في المؤتمرات الصحفية عشان الإيه بيخرجوا عن مضمون المباريات طيب هو أول إن بارح رجل اللي سألك عن التعاقد ده وقعدت تلت ساعة تتحدث عن كواليس من التعاقد أو تجديد التعاقد هو ده كان سؤال من المباراة ولا عشان على مزاجي ولا عشان أنا عايزة أوجيه رسائل ولا عشان أنا عايزة أضغط على قدارة النادي الأهلي